السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام بحضراتكم وحلقة كمان هنرد فيها على أسئلة حضراتكم نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولا وأذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولا فبها نسعد بإذن الله تعالى أول سؤال معنا من صاحبة حساب زهرة بتقول عندي خفقان قوي بيحصل بفترة منتصف النهار ما هو السبب؟ ضربات القلب سريعة خفقان القلب ممكن تحصل لحاجات كتيرة جدا وهو أحد عورد الحق ولكن أكتر حاجة ممكن تكون محتملة هو الأنميا اللي عندها فقر دم موضوع خفقان القلب الشديد ده ممكن يكون زين كمان ضغط الجنين وكبر حجم الرحم ده بيزود ضربات القلب فعندنا هنا احتمالين وفيه كمان احتمالات تانية مش أطول عليكم ولكن أكتر حاجة تشكي فيها هي الأنميا يريد تعملي فحص دم وتتأكد ان انت ما عندكيش أنميا لو طلع عندك أنميا يبقى هو ده السبب في الأغلب تعالجيه لأن مهم جدا علاج فقر دم أو الأنميا قبل الولادة وفي فترة تلحمل عشان البيبي وزنه ما يقلش وحضرتك بعد الولادة ما يحصل لكيش نزيف لقدر الله اسمه نزيف ما بعد الولادة بسبب فقر الدم طيب صاحبة حساب أحلام بتقول هل شرب الحامل للماء مع الليمون على الريء يضر الجنين أم لا لا ما يضرش الجنين طيب صاحبة حساب محمد علي بتقول ليه في الشهر السابع حركة البيبي أيام قوية وكتيرة وأيام ضعيفة وقليلة أرجو الرات أهم ما في الموضوع أنه أيام كتيرة وأيام قليلة الجنين جوه الرحم زي الإنسان العادي في أيام بيبقى نشيط فيها بتبقى التغذية فيها كويسة ممكن يكون الطاقة اللي جاياله يعني بيستفيد بيها فبالتالي بترجم ده بأن حركته كويسة وفي أيام تانية ممكن تكوني صايمة فيها أو ضعيفة شوية في الأكل أو ما كلتيش كويس فده بيترجم أنه حركته بتبقى أولاية طيب في المجمل أنا عندي حد ما أقلش عنه إيه هو؟ أنه عشر لعبات في عشر توقيتات مختلفة في الشهر السابع يكون الكلام ده هي قالت أنها في الشهر السابع إن الكلام ده ما يقلش عن عشر لعبات في خلال 12 ساعة صحيتي بساعة 6 الصبح مثلا وبدأت حركة الجنين أول حركة ليه كانت الساعة 7 فيبقى عليك أن أنت بتعدي من 7 ل 7 مساء عشر لعبات في عشر توقيتات مختلف ما تقلش عن كده لعب بقى كتير لعب أولاية المهم أنه هو يكون عشر لعبات على الأقل ألاء بتقول هل روماتيزم القلب بيؤثر على الجنين؟ رغم أن الأم بتتعب وقت الحمل أتمنى الرضو أي مرض مزمن سكر قلب ضغط في فترة الحمل بيبقى ليه بس محزير إيه هي المحزير؟ أن يتم أخذ العلاج المناسب وعدم التهاون في أخذ العلاج اللي قرره الطبيب دي رقم واحد ثانيا عدم بذل مجهود مضاعف لأن حضرتك بتعايني من مشكلة ما طيب أنا لو التزمت بأن أنا ما أعملش مجهود مضاعف وباخد العلاج المناسب المناسب لفترة الحمل مناء على ما يقره الطبيب ما تقليش على الجنين ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله هيرزق العافية والصحة بإذن الله ولا قلق طيب صاحبة حساب أحمد يوسف بتقول أنا في شهر الثامن ادعولي ربنا إن شاء الله يكملك على خير السؤال أنا عندي دوالي بالرحم هل من الممكن أن أخذ قبرة الظهر لتسهيل الأولادة أم لا فالحكاية دي ترجع ليك وترجع لي يعني هو ما ما فيش ما يمنع إن انت تخديها ولكن ده اختيار شخصي لو بتتكلمي عن يعني عن فكرة اللي هو الولادة بدون قلم اللي احنا تكلمنا عنها دي حاجة رجع إليكي ومناقشتك مع الطبيب ما فيش أي مشكلة بالنسبة لي طيب مرام بتقول ألف سلام من المغرب تحياتي للمغرب ولأهل المغرب الكرام شكرا على مجوداتك عندي سؤال هل الإفرازات الشبيهة بالصفراء لها ضرر على الحامل في شهر السابع طبعا الإفرازات الصفراء الإفرازات اللي لونها أخضر الإفرازات البيضاء المجبنة اللي ممكن تكون رحيتها وحشة قلت أكتر من مرة هذه الإفرازات يجب أن تعالج قبل أن تتحول إلى عدوى تصل إلى كيس الحمل وممكن تحدث ثقبة في كيس الحمل دي حاجة وتعرضك للولادة المبكرة فاهتم بهذا الأمر طيب نور بتقول أنا في الشهر السابع وعندي بكتيريا في البول باخد مضاد حيوي وحركة الجنين قليلة جدا هل ده بسبب المضاد ولا حركتي أنا الكتيرة ولسه هروح دكتور بعد شهر الآن لا أول حاجة أنت عندك بكتيريا في البول تخليلها مضاد حيوي بناء على مزرعة بول ولا بناء على أني أنت خدت مضاد حيوي من نفسك دي رقم واحد لازم اللي عندها بكتيريا في البول دي يكون المضاد الحيوي اللي بتاخده بناء على مزرعة البول تحليل مزرعة البول هو اللي يقول إيه هي البكتيريا دي وإيه هو المضاد الحيوي المناسب سانيا يكون ده تحت إشراف طبيب سالسا لازم تعيدي هذا الاختبار مرأخي عشان تتطميني أن البكتيريا زالت البكتيريا دي ممكن تعمل إيه ممكن تقلل حركة الجنين ده ده هي ممكن تسبب ولادة مبكرة فلذلك يهتمي برضو لأن التهابات المهبل التهابات المسالك البولية اللي اتنين ممكن يعمل ولادة مبكرة وممكن يتسبب التهاب البكتيريا دي ممكن تحدس عدوة زي ما قلنا وتؤدي إلى ثقب كيس الحمد ممكن يتسرب الماء تقل حركة الجنين فالله أعلم فموضوع أن أنت بعد شهر تروحي لا كتير شهر طيب هاجر يوسف بتقول أنا بصحك كل يوم بلاي إفرازات كتير وجع جامد في منطقة المهبل طيب الإفرازات الكتيرة ما وضحتيش هي لونها إيه؟ ولكن طالما فيه واجع في هذه المنطقة يبقى فيه برضو احتمال أن يكون فيه التهاب وهنا لازم برضو تشوفي الإفرازات دي لونها إيه؟ وأكرامك الله يعني على الحامل أنها ترتدي يعني أندروير لونه فاتح عشان تميز الألوان اللي ممكن تكون بها هذه الإفرازات عشان تعرف تقول للطبيب هل هي إفرازات خضرة؟ هل هي إفرازات صفرة؟ هل هي كذا كذا كذا؟ وموضوع الوجع ده من إحدى الأعراض بتاعة الإلتهابات المهبلية وممكن تكون عدوى واهتم بهذا الأمر برضو رجاء العدوى في منطقة المهبل واحدة هتولد طبيعي مثلا على سبيل المثال ممكن يكون في منطقة قناة الولادة دي في عدوى طفل هو نازل ياخد العدوى معاه بعض الأطفال بيدخلوا حضانة بسبب العدوى دي فلذلك الموضوع ده اهتموا بأي واحدة تحس بإلتهاب واجع بإفرازات مش طبيعية ريحة مش كويسة لازم تعمل فحص عند الطبيب لازم تعمل مسحة وتحدد إيه هو نوع الميكروب أو البكتيريا اللي صابتها أو طفيل أو أي شيء آخر شكرا جزيلا ونشاهدكم على خير السلام عليكم